اشتركوا في القناة وبمقاساته الحقيقية لاستخدامه ببرنامج الورد او ببرنامج باور بوينت واتمنى منكم احبتي تقاسمها مع اصدقائكم خاصة مع زملائنا السادسة الأفاضل الأستاذة الكريمات ايضا مع احبابنا التلاميذ لا لشيء الا لتعمل افادة اذا على بركة الله ولكي لا اطل هذا الفيديو فلن اتطرق الى طريقة عمل هذه الادوات الهندسية بل سأحيلكم الى هذا الفيديو بقناتي به شرح مفصل لطريقة استخدام جميع الادوات الهندسية المسترة والبركار والكوس ونصف دائرة او الملقلة اذا الان سأقدم لكم طريقة رسم هذا الشكل كما طرنا معي اذا اول شيء سأقوم فقط بسحب المسترة بعد ذلك سأقوم برسم قطعة بطول 10 سنتيمات كمتر النمائي اذا الان سأقوم برسم مستقيم عمودي على هذه القطعة الان سأقوم بعمل نسخة ثانية للقطعة الاولى ووضعها فوق بعد ذلك سأقوم بسحب المسترة اريد فقط شعاع من 4 سنتيمترات بهذا المكان اظنه نفس القياس ولا داعي لإطالته اذا الان سأقوم بجلب البركار ثم اقوم برسم القوز كما ترون بعد ذلك سأقوم الآن بتحديد زاوية قياسها 120 اذا سأستخدم فقط نسف دائرة كما طرنا معي بعد الطريقة سأحرك هذا المؤشر سأضع نقطة الآن سأجيب المسترة لرسم وقطعه كما ترون بعد ذلك سأقوم بجلب الممحات ومحو او حدف جميع الزوائد كما ترون والإبقاء على الشكل الأساس فقط بعد ذلك من هذه الأيقونة سأضيف قياسة هذا الشكل لتوضيحي أكثر بهذه الطريقة أقوم فقط دائما بالنسخ واللسخ كونترول سي كونترول سي لاختصار الوقت نفس الشيء سأقوم به بالنسبة لقياس الزاوية بعد ذلك سأقوم الآن برسم رموز الزاوية وفي الأخير سأقوم فقط بالنقل على هذه الأيقونة لأخذ صورة من هذا الشكل بهذه الطريقة وحفظها بالحاسوب بمجلد هذا البرنامج بالنقل هنا الآن بالذهب إلى برنامج الورد أو برنامج بوربوينت سأقوم فقط بالذهب إلى مجلد هذا التطبيق وسحب الشكل كما ترون معي الآن حصلت على شكل هندسي بمقاساتي الحقيقية بداخل برنامج بوربوينت أو بداخل برنامج الورد وأخيرا أرجو منكم إخواني أخواتي أن تتقاسموا هذه الطريقة مع أصدقائكم خاصة مع زملائنا الأستاذ الأفاضل الأستاذات الكريمات أيضا مع أحبابنا التلاميذ لا لشيء إلا لتعم الإفادة وترقبوا عن مقارب بإذن الله مشاركة جديدة ومفيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر